الرب يسوع الرب يسوع يبتدي في موضوع كثير كثير مهم هو إدانة الآخرين فيقول بكل بساطة في الآية الأولى لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وهذا التعليم طبعا جميل جدا بيتكلم ليس عن نقد هنا بل يتكلم عن إدانة لأنه النقد أو روح النقد بعبر عن إنسان عنده تساؤل عنده فهم عنده حكمة وعنده تمييز أنه يسأل السؤال المحتاج لجواب حتى يعرف حتى ينضج حتى يفهم حتى يأخذ قرار لكنه يتكلم عن إدانة وهذه الإدانة أحبائي خطيرة جدا الرب يسوع يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا في ناس متدينين في أيام المسيح نصبوا أنفسهم قضاة وديانون للمجتمع وكأنه بدينوا بحسب الشيء اللي هني بشوفوه مش دينوني مكتملة بحسب كل البراهين والإثباتات والأدلة أمامهم حتى يعطوا التمييز والدينونة الحق وهنا بيتكلم عن ثلاث أنواع من الإدانة بيتكلم عن طبعا نقد اللي بيسموه نقد الهادم اللي بيهدم الآخرين اللي بيدمر الشخص الآخر لا تدينون لكي لا تدانون بيتكلم عن النقد الخادع بقول يا مرائي أخرج الخشبة أولا من عينك حين إذن ترى أو تبصر القذى الذي في عين أخيك نقد في نوع من التمثيل في نوع من المراءة مرائة يعني بوجهين بيشوف كل صورة بتختلف والنقد الثالث اللي هو رح نركز عليه في هذه الآية أو سياق الحديث هو النقد المميز في الآية ستة مكتوب لا تطرحوا درركم قدام الخنزير أو بيبتدي في الآية لا تعطوا القدسة للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنزير لألا تدوسها بأرجلها الخنزير تدوس بأرجلها تدوس اللي قال والكلاب تلتفت فتمزقكم حبائي لازم ندرك سياق الحديث في هذا الموضوع